فتوى فتوى أولماء أهل السنة والجماعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ ظِلَالٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فعليك بأهل بيتك على الأم على الوالد والوالدة العناية بأولادهم في بيوتهم يأمرونهم بالصلاة لسبع سنين إذا دخل سن التمييز وعرف يؤمر بالصلاة مجرد أمر وأما إذا بلغ العشر فإنه يُضرب على ترك الصلاة ضرباً وتأديباً فالله حمل الوالدين مسؤولية أولادهم في بيوتهم نعم ترجمة نانسي قنقر